ويبدأ المسلسل مع جورجينا رودريجز واللي عندها 27 سنة وتغيرت حياتها كليا من 5 سنين اول ما اتعرفت على لعب الكرة المشهور كريستيانو رونالدو وساعتها بدأت كل الصحف نشر اخبار بخصوص علاقة كريستيانو الجديدة بشابة اسمها جورجينا وبدأ ظهورها في المهرجانات العالمية مع حبابها وبدل ما كانت بتبيع اغلى لبس في العالم بقت بتملكه وبتبقى جورجينا قصة حياتها صعبة وتحولت من شخصية لا تملك اي شيء في الحياة لشخصية تملك كل شيء في الحياة وبتحكي جورجينا عن اول مرة شافت فيها كريستيانو وكان يوم خميس في محل جوتشي اللي كانت شغالة فيه لحظة ما كانت مروحة بعد ما خلاصت شغلها وساعتها شافها كريستيانو وسألها لو كانت هتحضر حدث معين تم اقامته في نفس المدينة وتقابلوا فيه ساعتها وتعرفوا على بعض وكانت مضطرة انها تمشي وتسيبوا بسبب حضور حفل عشا تبع شغلها وفضلوا شهرين على تواصل بسيط بينهم لحد ما والدها توفى لانها كانت محتاجة وقت تبايت فيها عشان تعدي المأساة اللي كانت فيها لحد ما قابلها مرة تانية وعرض عليها مرافقته بشكل رسمي على العشا وساعتها هي وفقت بعد طول انتظار وخرجوا سوا على العشا وقضوا وقت جميل وكانت شعلة الحب بدأت انها تظهر بينهم وكان عنده تاني يوم تدريب ووصلها البيت بعد ما خلص مقابلتهم وفي يوم كان عنده مهمة وكانت مستنية المباراة عشان تتفرج عليه ومانعت نفسها نتكلمه بعد المطش لكنه هو اللي كلمه عشان يتعشوا سوا وجالها بعد ما خلص المطش فورا وكان دايما صحابها في الشغل ممبهرين لانها كانت بتيجي في اوتوبيسو بتمشي في عربية غالية جدا وكل مرة بتكون مختلفة عن اللي قابلها مع افضل لعبين العالم انما الوضع كان طبيعي لكريستيانو لانه كان بيحب يقابلها بعد شغلها لانها حبيبته واكيد ما كانش يجي ياخدها في تاكسي وكان بيختار عربية من عربياته عشان يخرجوا بيها واكتر حاجة جورينا بتحبها هي السفر بطيارة كريستيانو الخاصة وكل السفرياتها بتحب تاخد حد من صحابها معاها عشان يستمتعوا بالرحلة زي ما هي بتستمتع وبتسفر كتير عشان تشوف الازياء المناسبة لها لحضور المهرجانات العالمية زي مهرجان كان وبتاخد معها صحبتها إلينا عشان تساعدها في الاختيار وكمان عشان تصورها لانها مش بتحب تعين مصورين مخصوصين ليها تغير ان كل صورها بدون اي تأثيرات وكل الصور طبقية بدون لعبة فيها ومن ضمن اللي بيهتموا بشكلها وطرقتها هو رامون وكيل اعمالها اللي توصلت معاها بمجرد ما بدأت موعدة مع كريستيانو واستقرت عليه من وسطه وكلاء كتير ومازال مستمر معاها لحد دلوقتي وبتحكي جورجينا عن اول مرة سفرت فيها الباريس كانت مع كريستيانو اما حاولوا انه يغير شكله عشان يخرج براحته معاها ولبس بروكا وشال على رقابته ووشه عشان محدش يعرفه لكن برضو في ناس قدرت تتعرف عليه بسهولة بسبب شهرته وحاولوا انه يستخبى منهم ومع حبيبته ودي كانت من احسن اللحظات اللي عاشها مع جورجينا ومع ذلك مصورين النجوم برضو ما سابهوش وقدروا انهم يصوروه ومع جورجينا في رحلته وبتروح جورجينا كتير لباريس عشان تشتري اللبس اللي هتلبسه في مهرجان كان وبتروح لأشهر مصمم في باريس وبتنبهر بحجم المكان والتصاميم الجميلة حواليها وبقت دايما حاسة انها عايشة جوا حلم جميل ما تخيلتهش قبل كده في حياتها وبعد كل رحلة بتعملها بتكون مستنية انها ترجع بيتها عشان تقابل أولاد وتتطمن عليهم وبيبقى بيت كريستيانو موجود في مدريد في أسبانيا وبتقول جورجينا عليه انها في الأول كان بيته فيه بسبب حجمه الكبير جدا لانها متعودة تعيش في شقة بسيطة صغيرة وبعد ست شهور قدرت انها تحفظه أخيرا انما دلوقتي بعد ما بقت أم فكانت لازم تغير البيت كله عشان يتناسب معها ومع ولادها وبدأت انها تشوف إلا هيتغير أو يتباع أو يتنقل من بيت كريستيانو لبيت العيلة وبتبدأ انها تختار كل الأساس اللي هيتنقل أو الديكور الجديد اللي هيتعمل في بيت العيلة الجديد وبيبقى بيت العيلة موجود في إيطاليا وهو البيت اللي جمع جورجينا وكريستيانو وأولادهم فيه وبيبقى أول ابن لهم هو كريس زي اسم والده وملاقب بجونيور وبيلعب في فريق يوفينتوس والده هو المسل الأعلى ليه وفخور جدا بيه ودايما بيحاول يقلد حركات والده في تدريباته أو ماتشاته وبتبقى جورجينا متفق مع ابنها انه كل لما يجي جون في ماتش من ماتشاته لازم يعمل بيده حرف الجي كأنه بيوهي بالجنب بتاعه الوالدته وبتتمنى جورجينا ان ابنها يكون أحسن لعب في العالم زي والده ولان كريستيانو قليل ما بيكون جنبه في ماتشاته أو تدريباته بيتطمن عليه من خلال جورجينا ودايما بيشجعه على تدريبه اللاعب ده غير انه بيحاول ما يحسسوش بأي ضغط من ناحيته واهم حاجة انه يكون مبسوط باللي بيعمله هو وخاته ماتيو وإيلانا وإيفا وبيأكد ان تربية الأطفال رائعة لما يكون فيه أم زي جورجينا بتهتم بهم دايما وعلى حسب كلام صحاب جورجينا انها بتحب تشاركهم لحظاتها الجميلة لدرجة انها فيهم بعتت لهم رسالة انهم يتجمعوا كلهم على ياخت كريستيانو عشان يقوموا برحلة بيه وفعلا كلهم يتقابلوا على الياخت الخاص بكريستيانو مع العلم انهم ما كانوش مخططين اي حاجة للرحلة لكنهم بيحبوا أفكار وخطط جورجينا المجنونة اللي بتظهر فجأة وبيكون الياخت مجهز بالكامل من كل حاجة لدرجة ان جورجينا بتعتبروا بيتها التاني لانها مش بتحتاج حاجة فيه ومش بتلاقيها وفيه كل لبسها وحاجتها هي أولادها كلهم وبيكون معهم على الياخت ايفي أخت جورجينا واللي بتبلغهم بخبر مفاجئ وهي انها حامل والكل بيفرح لها وبتكون جورجينا عارفة الخبر ده من قبل كده وحابة تشوف رد فعلهم على الخبر وبتكون ايفي مش عارفة ايه نوع المولود فبتطلب منها جورجينا انها تشوف ايدها وبتخمن جورجينا ان المولود هيبقى بنت وبعدها بيشغلوا اغاني وكلهم بيفرحوا وبيرقصوا حتى الاطفال وبيكون قارب صديق لجورجينا هو ايفين زملها في الشغل من لحظة ما جات مدريد وهو القارب لها كصديق واللي بيبقى دايما واقف جنبها وبيساعدها واليوم اللي عارفت فين ويسيب الشغل ويتنيل شغل تاني عياطت لانها كانت معتمدة عليه جدا لكن حتى بعد ما تنقل من الشغل فضلوا اصدقاء جدا ودايما سوا ودايما صحابها بيتساؤلوا هل جورجينا اتغيرت بعد ما بقت شخصية مشهورة وحبيبة لكريستيانو وبتبقى ايجابتهم واحدة وهي انها عمرها ما اتغيرت ولا بقت انانية بالعكس لانها بقت طيبة اكتر وبتشاركهم في كل حاجة وبتحاول انها تساعدهم وتفرحهم دايما واكتر حاجة بتحافظ عليها هي عيلتها سواء اولادها او حبيبها او صحابها واكتر حاجة بتدايقها كانت الاشاعات اللي بتطلع عليها ومش بتقدر ترد عليها كلها وكان نفسها تكذبها باي طريقة لا حد ما بقت بتتغاضى عنها وتهملها عشان تختفي بسرعة زي ما ظهرت بسرعة لان اسهل حاجة هياطلق اشاعة ملاش اي حقيقة من الاساس وبأصحاب جورجينا متوقعين اي حاجة تحصل واي حد يعزم جورجينا على حفلة خاصة بيه زي ما مرة وهم عليها اخت قالت لهم انها تفطر معهم ولازم تروح سباق لفراري عشان ملك فراري عزمها بنفسه عشان تحضر السباق وبتيجي ايفي عشان تدي جورجينا هدايا لها وبتكون سلسلة معينة جورجينا بقالها سنة ونص بتدور عليها ومش لقيها وبتكون مبسوطة بيها جدا وبعدها بتتجاهز هي وجونيور ابنها عشان يروح سباق فراري وبياخدوا جولة خاصة في مدمر السباق نفسه وبيشوفوا العربيات الخاصة بالسباق وبعدها بيرجعوا من تاني علي اخت عشان يتابعوا السباق نفسه من علي هي وكل صحابها وبيرجعوا كلهم من تاني لإيطاليا بعد ما بيكونوا قد وقت جميل علي اخت وبتكون جورجينا بتحب الازياء والاناقة جدا لدرجة انها بتحب تنضف الشط بتاعها دايما بنفسها وبيكون حبها للازياء بدأ من صغرها وكانت دايما تشوف ازياء اللي حواليها وبتحب تقيمها وما كبرت وقدرت انها تتنقل لمدريد اشتغلت في مسيمو دوتي وبعدها جوتشي اللي تعرفت فيها على كريستيانو وما زال عشقها للازياء في زيادة ومشكلتها الوحيدة بتبقى ان الشبكة عندها يا كمان وحشة وده على غير المتوقع وبتتصل جورجينا دايما بصدقتها إيلينا عشان تساعدها في اختيار الهدوم بتاعتها لحفلتها من فستان لشنطة الجزمة وبتكون حبة كل حاجة عندها ومختراب اتقان جدا لان لبسها بيدل على ثقتها في نفسها ودايما بتلبس الليها شايفها حلو ومش بتتأثر بأي رأي بسهولة عشان كده بتحب تاخد رأي إلينا لانهم نفس الزق في اللبس وبالرغم من كل اللبس اللي عندها إلا انها بتحب تلبس الهدوم الرياضية بشكل يومي عشان تبقى سهلة الحركة بيها وبتساعدها على إنجاز مهامها اليومية بشكل أكبر زي انها تروح تجيب ولادها من المدرسة بتاعتهم وبتروح مشوارها بيهم أو تفسحهم وتخرجهم وبتقول انها كانت دايما عندها غرست الأمومة قوية من طفولتها وكانت بتتمنى تبقى أم عشان تهتم بأولادها ودايما كانت بتحب بيتها مترتب وانضيف حتى من صغرها وفي كل الأوقات بتفكر في أولادها حتى لو بياد عنهم وإنها مقدرة نعمة رعايتها ليهم ووجود وقت للاهتمام بيهم عكس بعض الأمهات اللي بيكفحوا في حياتهم للاهتمام بأولادهم مع شغلهم وانشغلاتهم التانية زي ما كانت شغالة زمان وبعد ما بتاخدهم كلهم من مدرسهم بتروح بيهم على أي مكان عشان ياكلوا فيه وبيبقى وقت صعبا ما بيكونوا كلهم متضايقين من اليوم أو تعبنين وكل واحد ليه طلب غير التاني زي اللي بيطلب أكل أو حلويات أو ينام وهي بتحاول إنها تهتم بيهم كلهم وبيكون ضغط عليها لكنها بتنجح في السيطرة عليهم وما بيوصلوا المطعم بيبقى كل طفل من أطفالها لإله حرية في اختيار أكله ومش بتبقى جديدة معاهم وبعدها بيرجعوا كلهم على البيت عشان يرتاحوا وبعد يوم مطعب طويل ليهم وبتقول جورجينا إنها دايما بتبقى جهزة للانتقال لمكان وبيت جديد حسب انتقال كريستيانو لنادي جديد وبتكون عاملة حسابها كويس ومجهزة نفسها لأي فرصة نقل ولما بييجي الصيف تدور على مكان تصيف فيه يكون كويس وكبير عشان معدات التدريب بتاعت كريستيانو ودايما أولوياتها بتبقى لولادها إنهم يلاقوا جنينة كبيرة يلعبوا فيها براحتهم وحمام سباحة وبتبقى لعن الحجز في الفنادق وبتختار فيلا لتقضية المصير فيها هي وأولادها وحبيبها وأهم شرط في المكان بيكون وجود خصية ليهم وبتشارك كريستيانو كل اهتماماته وبطولاته وبتبقى بطولة أمم أوروبا لكريستيانو بيحضر لها من أول الموسم وده اللي بيخليها قلقانة زيه وبتحاول تشجعه وتساعده بأي شكل وما بطولة أمم أوروبا بتبدأ بتحاول جورجينا إنها تقف جنب كريستيانو وتساعده على التركيز في تدريبه ولعبه بقدر الإمكان وبتشيل من عليه أي ضغط خاص بأطفاله تماما وبتبقى مضطارة إنها تسيب أولادها في البيت عشان تسافر تحضر كل المطشاط الخاصة بيلي تشجيعه وبتاخد معها جونيور وصحبها في الطيارة وبتتكلم عن كريستيانو إنه بيخالف معايير كرة القدم المعروفة لإنه معروف إن أي لعب كرة قدم بيعتزل اللعب عند السنة 30 أو 33 مثلا بعكس كريستيانو اللي عنده 36 سنة ولسه بكامل لياقته واحترافه وبيوحي إنه عمره لسه 24 أو 25 سنة وإن الموضوع مش واقف على الحظ إنه مع الاهتمام بجسمه وليقته وتدريباته المتواصلة لإنه ماشي على روتين خاص بيه بصحيته ولعبه وبيأكد كريستيانو على كلامها إن كرة القدم بتسيطر على حياة اللعب بشكل كامل وإن الكل بيقول إن اللعب بيكسبوا فلوس كتير وبيقدروا يسافروا أي مكان وبيتفسحوا وهكذا لكن في الحقيقة إن حياتهم بتبقى محدودة جداً في حاجات كتير وممنوعين من حاجات أكتر ومحاصر بقيود كتيرة برضو ولازم اللعب يبقى ملتزم ببرنامج كامل عشان يحافظ على الليقته بدنياً ونفسياً ومش مسموح له يتجاوز القيود دي ده غير التدريب اليوم الإجباري بدنياً ونفسياً وبتقول جورجين إن دايماً صحابها بيهزروا معها بخصوص الفرح والزواج لكنها مش مهتمة بالموضوع ده خالص لأن كل اللي بتتمنى معاها هو الحب والأطفال وأن حب كريستيانو واحتراموا لها كفاية عندها ورأي كريستيانو إنه هيحصل الزواج في الوقت المناسب لهم هما الاتنين زي ما كان في حاجات كتير حصلت في حياتهم في الوقت المناسب برضو وممكن الجواز يحصل بعد سنة أو شهور أو يوم لأنه مش محدد وقت معين ليه وكل المهم إنه بيحب جورجينة ووثق إنه وقته هيجي في يوم من الأيام وبتبقى جورجينة وصلت للبلد اللي هيقام فيها بطولة أمم أوروبا وتنزل في فندق هي وصحابها وبتتجهز لاختيار اللبس اللي هتلبسه وكالعادة بتاخد رأي صحابها في اللبس وبتتحرك فوراً على الملعب ومعها جونيور ابنها وكل صحابها عشان يشجعوا البرتغال وبتقول جورجينة إن كريستيانو هو أفضل لعب في العالم وصعب يكون في ند ليه في كرة القدم وبيكون لها صلاحية مختلفة لدخل الملعب حسب الدولة لكن لو ملهاش دي بتبقى مشكلة لإنها بتبقى ماشية وسط الجمهور ومش بيبقى مضمون الشخص اللي قدامها عايز تصور معيها ولا مهووس عايز يأذيها وخلاص وبعد ما البطولة بتنتهي بترجع من تاني جورجينة على بيتها في إيطاليا وبتكون مخصصة دايماً وقت لولادها عشان تلعب وتندمج معيهم وبتكون جايبة معلمة لهم في البيت أثناء الأجازة الصيفية عشان تحافظ على نشاطهم ومستواهم وبيبقى القارب لها من أولادها وجونيور لإنه دايماً بيساعدها وأفضل صديق ليها وإيفا بنتها الصغيرة وماتيو أشقى واحد فيهم وإلي هنا أكتر واحدة بتتكلم فيهم وبتحب تحكي عن كل حاجة في الحياة وحبيبة والدها وبالنسبة لها أولادها حلم وتحقق وفي الأجازة بتتعلم ركوب الخيل زي ما هي تعلمت في صغرها والاهتمام بالطبيعة والبعد عن المباني والعربيات والطيارات ومع إن ماتيو أشقى واحد فيهم إلا إنه بيخاف يركب على الخيل وبتحاول مع جورجينا كتير لحد ما بتقدر أخيراً إنها تقنعوا بالركوب وبيكون أطفالها هما محور حياتها وبتدي إنهم يفضلوا بخير ومعها دايماً وبعدها بتروح عشان تقابل صديقة لها مصممة مجوهرات وبتحب تصميماتها جداً وتعرفت عليها أما كريستيانو انضم الفريق يوفينتوس وشافت تصميماتها وأوجبت بيها وجالها دعوة لحضور مهرجان البندقية للأفلام وتواصل معها علامات تجارية كتير ومنها مجوهرات صديقتها ومن ساعتها هما أصدقاء وبيتقابلوا كتير وفي مرة قالت لها إنها حلمت بيها بتورقستانجو في إيطاليا وهي لابسة مجوهراتها ومع إن جورجينا مش بتعرف تورقستانجو إلا إنها تعلمت ونفذت حلم صاحبتها وقدمت عرض جميل وحضروا كريستيانو بنفسه عشان يشاركها وبتعرض صديقتها تصميماتها الجديدة على جورجينا وبتفتكر أول مجوهرات لبستها في حياتها أما كريستيانو دالها حلق وعقد ألمس هدية في عيد ميلادها ورغم إن جورجينا زمان كانت بتتخيل إنها تلبس مجوهرات من المحلات اللي كانت بتعدي عليها قبل وبعد شغلها لكن جي قوان إن التخيلات دي تتحقق وبعد ما بتخلص صديقتها بتروح عشان تشتري الفستان الخاص بمهرجان كان السينمائي وبتدخل محل مصمم مشهور عشان تقيس الفستين اللي فيه وبيكون فيه تصاميم عجبتها لكن المقاس مش مناسب ليها وما بتستقر على فستان بتحب تشتري قميس لكريستيانو على نفس شكل فستانها ومش بتهتم إنها تشتري كمية كبيرة من اللبس هي بتختار أجمل فستان في المحل كله وده بيرضيها جدا وبتتفاجأ ما تيجي تحاسب إن صاحب المحل مقدم لها اللبس مجانا على حساب المحل وده بيكون تصرف بيعجبها جدا وليه أثر جميل وبييجي دور رامون وكيل أعمالها عشان يجهز لها لأي حاجة في الموضة بتخلص كميتها من السوق فورا لأن الأغلبية بيثقوا في رأيها وزوقها وده بيحصل مع الشنط والفساتين والأحزاء العادية والرياضية والمجاهرات وكل حاجة هي بتروج ليها وبالرغم من كمية الفاساتين اللي بتحب تشتريها إلا إنها بتتعامل مع مصمم معين قبلته الأول مرة في مهرجان كان السينمائي وهو اللي اختار لها الفستان اللي لبسيته ساعتها وبيساعدها في اختيار الفاساتين المناسبة للمهرجانات اللي بتحضرها وبعد ما بتخلص جورجينا رحلتها بترجع من تاني لبيتها وبتبدأ أياه وكريستيانو أجازتهم الصيفية وبيكون كريستيانو محتاج الاسترخاء في أجازته بعد موسم مليان مجود كبير وبيهتم بأولاده بزيادة لأن فريقه بيجبره على البعد عن أطفاله مدة طويلة وبيتحرم منهم غصبا عنه وخصوصا في وقت التدريب الخاص بالمنتخب اللي بيجبره بالاهتمام بتدريباته جدا ومش بيكون عنده الوقت الكافي للاهتمام بأطفاله وبيجي وقت مباراة كريستيانو اللي ضد بلجيكا عالدور الرابع النهائي في بطولة أمم أوروبا وبيبقى الماتش في مدينة جورجينا بتحبها بسبب الذكريات اللي عاشتها فيها أول مرة وهي تقديم حفل جوائز MTV وكانت هي المقدمة للعرض وكريستيانو هو اللي قاعد بين الحضور وبيتفرج عليها وبعدها أخدها المطعم مميز عشان يعزمها فيه وبتكون جورجينا بتحب الغنى والتمثيل والأزياء ومعروفة بأن أصحابها أنها شخصية متنوعة عليها مواهب وهوايات كتير وبتروح هي وكل أصحابها للمطعم عشان يكلوا فيه وبعدها يتحركوا على المطش وبتتكلم جورجينا أنها عندها قوة جذب للكرة نحيتها وبتحصلها حوادث وبتلاقي الكور خبطت فيها زي ما مرة كانت في مباراة تينس والكورة كانت هتيجي فيها وحاول كريستيانو أنه يمسكها بإيده لكنها ارتدت برضو وجات في رأسها ومن ساعتها ومتأكدة أنها بتجذب الكور عشان تتخبط فيها وبعد ما بتوصل للمطعم بيقولها صديقا أنه متفق مع فرقة غنائية تيجي عشانهم مخصوص فبتتري عليه لأنه في مرة كان عزم نفس الفرقة قبل كده في حفلة للكريستيانو واتفق معهم أنه يقولوا مخصوص وفي يوم الحفلة فضل يكلمهم بسبب أنهم اتأخروا على المعاد واكتشف أنهم غلطوا في المعاد وكانوا فاكرينه الأسبوع الجاي والحفلة بازت بسببه وكل الحضور فضلوا يتريعوا عليه وكان كريستيانو الوحيد اللي مش عيركمش التريعة لكنه كان بيشجع عليها بس وأثناء كلامهم بتيجي الفرقة اللي هو متفق معهم أخيرا وبيعملوا حفلة بسيطة وكلهم بيقوموا يغنوا يرقصوا وبعد ما بيخلصوا بيروح على المطش وبتبقى الأجواء مشحونة لأنه الفريق إما يكسب ويتأهل أو يخسر ويخرج وبتكون جورجينا متفقلة جدا بفوز البرتغال وأن كريستيانو هو اللي هيسجل هدفين وبيبدأ المطش وبيكون جونيور متوتر جدا وعايز البرتغال تكسب بأي طريقة وبيعايت أول من مطش بيخلص وبتكسب بلجيكا لأنه كان عايز والده يكسب وبيقول كريستيانو أنه دايما بيسعى لتحقيق الفوز وبيبذل أقصى ما عنده من مجود ومهارة لكن مش دايما اللي بيتمنى بيحصل وما عارف أن ابنه عايت بسبب الخسارة قدائي جدا وكان بيتمنى لو يفرحوا وبيقولوا أنه فخور بي جدا وبالرغم من خسارة كريستيانو إلا أنه بيكون هدف البطولة لعام 2021 وبييجي وقت تقضية جورجينا وكريستيانو الأجسس الصيف مع ولادهم في أسبانيا وبيحاول كريستيانو أنه يعوض ولاده كل الوقت اللي بيكون بيد عنهم فيه وأنه يسترخ ويرتاح من المجود اللي كان عليه طول الموسم وبتختار جورجينا الفيلا تكون في مكان واسع في جنينة كبيرة عشان أطفالها يقدروا يلعبوا براحتهم ويكون فيه حمام سباحة مش قريب قوي من البيت عشان الدوشة لغير أن البيت مسهل أي حد يدخله عشان يمنعوا مصورين الممثلين من تصورهم واختراقوا صصيتهم ومن الألعاب الأساسية اللي لازم تبقى موجودة هي كورة القدم اللي دايما فيه حد بيلعب بيها ومعمرون الوقت بينضمنهم أصحابهم في الأجازة بتاعتهم عشان يستمتعوا كلهم بوقتهم وبعد ما بيخلصوا رحلتهم وأجازتهم بيروحوا على باريس لمهرجان كان السينمائي اللي جورجينا بتستناه جدا وبيكون هو الحاجة الوحيدة اللي تستهل إنها تقطع أجازتها عشان وبتتجهز للمهرجان ومعها صدقتها اللي بتساعدها في اختيار اللبس المناسب وبتبقى مهتمة إنها تاكل أكل الصحي عشان تحافظ على جسمها وبتحكي إنها بتواجه صعوبات عشان تأدي دور الأم واللي مهتمة بيتها وولادها وبين إنها شخصية مشهورة لازم تظهر في الحفلات على أكمل وجه وبيكون رامون مدير أعمالها موجود معه في كل خطوة وبيصر على فستان معين لإنه بيكون الأجمل والأفضل لكن جورجينا بتفضل محتارة ورامون بيصر على الفستان وبعدها بيقولها إنه مش عايز يضغط عليها والاختيار الأخير ليها وإنه بينصحها بالأفضل بس مش أكتر وبيسيبها عشان تكمل تحضير وتسترخي شوية قبل الحفلة وبيعد الوقت وبيكون فاضل 20 ديه على وصوله العربية اللي هتنقلها للمهرجان وهي لسه ما قررتش هتلبس أي فستان وبتقرر أخيرا الفستان المناسب ليها وبعدها بتختار المجوهرات بتاعتها تحرك على المهرجان وبتستمتع جدا باللي بتشوفه وأجواء تصويرها لإنها بتحس إنها نجمت في المال خاص وكل الاهتمام منصب عليها هي بس وبتنتشر أخبار جورجينا في كل مجلات الموضة على مدى أناقتها وتوفيقها في اختيار فستانها وبعد المهرجان بتروح جورجينا دعوة عشا لعلامة تجارية مشهورة جدا بتدعي كل عملائها المميزين للحضور ومن ضمنهم جورجينا وبعد الانتهاء بتكون مبسوطة جدا بالأجواء اللي عاشتها وبعدها بترجع من تاني لولادها وحبيبها وبيسافروا سواء على البرتغال بلد كريستيانو وبتعتبرها بلد مريحة جدا ليها وكريستيانو نفسه بيرتح في مدينته بسبب احترام سكانها لخصصيته وآخرهم إنهم يسلموا عليه من بعيد وبس بدون أي تدخل في خصصيته وبيقول إنه بيستنى وقت الأجازة لكن إما بيرجع منه بتبقى التدريبات مضاعفة عليه وبتنتهي الأجازة الصيفية بتاعته وبيرجع من تاني لتدريباته وبتبقى جورجينا مجهزة حفلة في بيتها عشان حامل أختها إيفي ونهوية فاجئها بنوع المولود لأن أختها عمل التحليل لتحديد نوع الجنين واخترت إن نوع الجنين يتبلغ لأختها جورجينا عشان يبقى الخبر من شخص مميز وبكده جورجينا عملت لها حفلة عشان تقول لها وبتبقى إيفي مخمنة إنها حامل في بنت وجوزها مخمن إنها حامل في ولد وبتقول لها جورجينا إنها سبق وخمنت صح قبل كده لأن الجنين نوعه بنت وبتقدم لها سلسلة ألمس هدية ووثقة إنها تبقى أم نكحة في الاهتمام ببنتها لأنها شخصية طيبة وجميلة ودايماً كانت مهتمة بيها وبتروح جورجينا واختها إيفي للمدينة اللي تولدوا فيها وفتكر كل ذكريات طفولتها وقت نشقتها معالتها وكل اللي مر بيه كان ليه دور مهم في تشكيل شخصيتها وبيكون مرة على جورجينا 9 سنين ما شافتش مدينتها وبتحس إنها رجعت طفلة من تاني وبتفكر ذكرياتها من تاني اللي عاشتها في المدينة أما كانت والدتها بتفسحها في المدينة بعد مدرستها زي ما هي بتعمل مع ولادها دلوقتي وكانت دايماً بتنم في العربية بسبب تعبها من المدرسة وبيقول كريستيانو إن فيه تشابه كبير ما بين حياته وحياة جورجينا في طفلتهم لإنه كل واحد واجه صعوبات كتير وقدروا إنهم يتخطوها لحد ما وصلوا للمرحلة اللي هم فيها دلوقتي وإن قصة حياتها وقالتها متشابهة لقصته وده سبب إنه استمتع بالتعرف عليها في البداية وتعرف على شخصيتها كمرأة معتمدة على نفسها وبدأت من الصفر زي ما هو اعتمد على نفسه ونجح النجاح الحالي وبتكون جورجينا ما زالت بتفكر ذكرياتها الجميلة زي الترنيمة اللي كانت بتغنيها في مدرستها وبعدها دروس البالي اللي كانت بتحضرها وبالرغم من مرور 9 سنين على مغادرتها المدينة إلا إنها حاسة إنها لسه سايبها مبارح بسبب إنها مش ناسية ذكرياتها وبيكون في بيوت صغيرة قدامها كان حلمها إنها تشتري بيت منهم وما كانتش فكرة إنها توصل للي هي في دلوقتي وبيتماشوا في الشارع وبيفتكروا المحلات اللي كانت فتحة وقفلت أو تغير نشاطها كل الموجودين بيكونوا عايزين يسلموا ويتصوروا معيها وده عكس اللي كانت متوقعة لإنها ما كانتش هتسبب كل الضجة دي وبيكون في ناس كتير هي تعرفت عليهم وزميلها في المدرسة والفصل وبتدخل تشتري بطاقة يا نصيب زي ما كانت بتعمل على أمل إنها تكسب مرة وبعدها بتروح محل حلويات كانت متعودة تشتري منه كمية الليلة حسب الفلوس اللي معيها ودلوقتي قادرة إنها تشتري المحل كله لو عايزها وده أكبر دليل إن الأحوال ممكن تتغير مع الوقت وبعدها بتروح هي واختها المطعم كانوا بيعدوا عليه خلال طريق للمدرسة كانوا بيتمنوا يدخلوا في يوم من الأيام أما يبقى معهم فلوس وبتتمنى لو كانت تقدر تعزم والدها على الأكل في المطعم ده وبتعايت لإنه وحشها جدا وبتتكلم عن يوم وفاة والدها اللي تغيرت في حياتها كلها بسبب فراء وكانت ساعتها بتوقع أول عقد عمل ليها وكان عقد عمل في الأزياء وكانت متعرفة على كريستيانو لكن في بداية علاقتهم ده غير إنها كانت بتجهز لحفلة عيد ميلادها وده كان أغرب وأسوأ عيد ميلاد عد عليها وبالرغم من وفاته إلا إنها دايما بتحس إنه جنبها وبيشجعها وبتحس بوجوده وقت ما بتحتاجه وبتحكي عن مدرساتها واللي ما كانتش بتحبها لإنها بتصحى بدري وبتخاف من الرهيبات اللي هما مدرسينها وبتحس بوحدة في مدرساتها ووالدتها سجلت لها في دروس البليل لإنها في تقارتها بتعاني من التوحد بسبب حبها للقعدة لوحدها بيد عن صحابها وما كانتش بتحب الإختلاط بهم لأي سبب وتروح على مدرسة البليل اللي كانت فيها من صغرها وبتقابل المدربة بتاعتها اللي بتفتكرها بمجرد ما بتشوفها وبتشكر جورجينها جداً فيها لإنها كانت بتحبها وعلمتها الانضباط والرأس وخليتها تحس إن مدرسة البليل هو وبيتها التاني ومن كتر حبها فيه كانت بتقعد في المدرسة حتى بعد انتهاء حصاصها وبتجي لها زميلتها اللي اسمها صار عشان تقابلها في المدرسة واللي كانت متدربة معاها زمان في طفولتها لكن صارة امتهنت الرأس وبقى كل حياتها وشاركت في مسابقات كتير وعروض أكتر وبتأكد صارة إن جورجينها لو كانت استمرت في الرأس كانتها تحترف بسبب حبها وشغافها للبليل لكنها وقفت عن التدريب بسبب ظروف خارجة عن إرادتها وساعتها كانت المصاريف الخاصة بالمدرسة عالية عليها وكل ما كانت بتكبر كل ما ومصاريف البلي بتزيد أكتر علشان كده اضطرت إنها تسيب التدريب وبتقول صارة إن الرأس لسه جوى جورجينها بسبب عشقها لي وإنها مستحيل تنساه لإنه كون أحلى الزكريات عندها وبعد ما بتخلص جورجينها مدرسة البلي بتروح على أول فندق اشتغلت فيه في المدينة على بعد ساعتين من والدتها واختها وكانت مدينة صغيرة فيها فندق واحد ودايما بتخلص شغلها بالليل متأخر وبتترعب أما بتروح لوحدها في عز الليل وبتفضل تتصل باختها والدتها عشان تحكي لهم عن تفاصيل يومها وفي يوم أثناء شغلها في الفندق كان فيها عميلة أعجبت باكتهادها في الشغل وعرضت عليها إنها تيجي تشتغل معها في مدريد وساعتها وفقت جورجينها فورا إن حلمها كان السفر لمدريد وعمرها ما حبت إنها تأجل أي شغل وراها وكانت لازم تنجزه كويس جدا من أول مرة لإن بكده بتسهل عليها لشغل بعدين وبتمشي جورجينها في الشارع اللي كانت بتمشي فيه لوحدها زمان وبتفتك رقام تعبها وبتلاقي كل الناس بترقبها وبتدخل لمحل اللحمة اللي تعودت تشتري منه زمان كميات بسيطة على قدها هي بس وبتشتري كل اللي نفسها فيه من المحل لها ولولادها وبتبدأ إنها تتصور مع الموجودين وتوقع لهم زي ما بيحبوا وبتقول إنها مش دايما بتوقف تتصور مع المعجبين إن كتير بتشوف نفسها مش حلوة للتصوير وغير رادي عن شكلها ومظهرها وفي الطبيعة مش بتحس إنها شخصية مشهورة لكن لما بتخرج كل الناس بيحسوا بكده وبتكون جورجينها شخصية متدينة بتدوم على زيارة الكنيسة وبتزور كنيسة المدينة اللي كانت بتروح لها دايما عشان تحس بالراحة النفسية فيها وأما سفرت مدريد لأول مرة كانت بتدور على شقة بسيطة إجارها رخيص وأما لقت الشقة وقجرتها اكتشفت إنها كانت مخزن في الأول وتعذبت من شدة برودتها في الشتاء وحرارتها في الصيف وكانت بتركب مواصلات ساعتين عشان تروح شغلها اللي بيد عن بيتها كان عندها إسبوع في ضغط شغل كتير وما كانش فيه وقت للنوم لدرجة إنها خبطت على جارتها وطلبت منها تعمل لها أكل لإنها مش قادرة تقف تعمل لنفسها وجارتها كانت قارب واحدة ليها بسبب مساعدتها دايماً ليها ودايماً بتصلي ليها وبتدعيلها وبعد ما بتخلص جورجينا رحلتها لمدينة طفولتها بترجع تاني البيت العيلة ومعها هدايا كتير لأطفال بتهتم بيهم عايشين في شقة وبيكونوا تحت رعاية الدولة بسبب تفكك عائلاتهم وهي بتحب زيارتهم من وقت للتاني عشان تحسسهم بالأمان والفرحة وبتجهز جورجينا هدايا خاصة بيهم وبتغلفها بنفسها قبل ما تروح لهم وبتتحرك على مكانهم وبيكون الترحيب بيها كبير من كل الأطفال والموجودين في الشقة بسبب حبهم الشديد لها هيا وكريستيانو وبتوزع عليهم الهالية بتاعتها وبيكونوا كتبل لها جوابات شكر وبتتأثر بجمال كلمتهم وانهم بيحبوها جدا وبتقول جورجينا انها دايما بتتأثر ما بتقابلهم وبتشوف حبهم ليها لانهم يستحقوا الحب والاهتمام ومش زنبهم ان عائلاتهم مفككة ولازم يبقى في حد واقف جنبهم وكل واحد فيهم بيقوم يقرأ البطاقة اللي هو كتبها لجورجينا ومفاجئتها التانية هي انها بتكلم كريستيانو خلال مكالمة فيديو عشان يسلم على الاطفال بنفسه وده لان تدريباته منعته انه يجي معاها وبعد ما بتنتهي زيارتها بتأكد انها تفضل تقابلهم وتجيلهم كتير وانها بتسعى لمساعدة جامعيات اكتر عشان تخلي العالم مكان احسن وتصرفات الانسان هي اللي بتكون شكله قدام الناس وبترجع جورجينا من تاني على بيتها في ايطاليا وبتجهز نفسها عشان لو هتتنقل من تاني لبيت جديد حسب عقدة كريستيانو الجديد وبتبقى مستعدة للتعرف على ناس جديدة واماكن في مدن جديدة او الاستمرار في نفس بيتها وحياتها كما كانت ولان عيد ميلاد جونيور بيكون قرب بتنزل جورجينا بنفسها عشان تدور على هدايا مناسبة لي ودايما بتكون اللبس لانها اكتر حاجة بيستخدمها وبيحبها وكالعادة بتتنقل من لبس الشباب لللبس الخاص بيها عشان تتفرج على احدث التصميمات اللي نزلت وبتختار محلات معينة يبقى المرتجع فيه سهل لانها مش بتحب تقس الملابس في المحل وبتشتري الهدوم وبعدها بتقسها في البيت واللي مش مناسب ترجعه بسهولة وبتختار خواتم بلاستيك مخصوص عشان لو بناتها لعبوا بيهم ما تتدقيقش لو وقعوا او ضعوا او تكسروا وبتكون جاية المحل عشان تشتري هديها الجونيور وبتمشي من المحل بعد ما اشترت نصه لها والمقادير بتكون جاهزة قدامهم بالكميات المناسبة للكيكا وبعدها بيحطوا العجين في الاوليب الخاص بيها وبيكونوا هما اللي عملوا الكيكا بيديهم وما بيجي ايد ميلاد جونيور بيتم حجز منتزه طرفيه بالكامل عشان هو وجورجينا وصحابها ودي حاجة جورجينا هي الوحيدة اللي قادر على تحقيقها وبيكون كريسيانو نفسه يحضر معهم لكن تدريباته بتمنعهم من مشاركتهم وكلهم بيستمتع بوقتهم في المنتزه على شرف جونيور وبيبقى فيه ألعاب جورجينا مش بتقدر انها تلعبها وبتخاف تجربها وبتروح لألعاب الأطفال عشان تركب معاهم وبيبقى الكل مستمتع بوقته جدا ومبسوطين وبيجي وقت طورت جونيور اللي هيتم الـ 11 سنة وبتبقى الطورت على شكل ملعب وكرة قدم وبتقوله جورجينا ان الكيكا دي كلهم ساعدوا في صناعتها وبيفرح جدا باحتفالهم به وبتبقى جورجينا فرحانة معاه وبيبدأ تقديم الهدايا ليه وفي اللي بيجيب له كوتشي وتشيرت وغيرها من هدايا كتير جدا وبيشكر كريستيانو في جورجينا حبيبته جدا لأنه وقف جنبه وبتساعده في حاجات كتير ومنها ادارة عيادة العناية بالشعر الخاصة به وبتبقى أفكارها جديدة ومميزة وبتشجعه على التوسع أكتر وأكتر وما بترجع من تاني البيتها بتعمل عيد ميلاد لصداقها إيفن ومناسبة اتمامه التلاتين سنة وبتشكره على صداقته ومسندته لها دايما وبتديله جورجينا خاتم من الألماس الخالص كهدية عيد ميلاده وبيبقى إيفن مش مصدق نفسه وبيشكرها جدا على هديتها اللي غير متوقعة ومستحيل حد يتوقعه أصلا وبتروح جورجينا على مهرجان خاص بالأعمال الخيرية وبتلبس الفستان اللي كانت هتلبسه في مهرجان كان وغيرته على آخر لحظة وبتبقى مش مصدقا وتم دعوتها لأكبر حفلة خاصة بالأعمال الخيرية وبيكون المهرجان حضروا مجموعة من الفنانين العالميين وبيتم تكريم جورجينا على أعمالها الخيرية المعروفة وبتبقى متوترة جدا أما بتطلع على المسرح وبتستلم جايزتها وبتفتكر والدتها ووالدها وأطفالها وحبيبها اللي يساعدوا في تشكيل شخصيتها اللي بتتكرم بسببها دلوقتي وبتأكد إن أهم حاجة هي إنها منستش بدايتها ونشقتها وإن خبرات الحياة اللي بتشكل شخصيتها للكل حبها وإنها مبسوطة بالمرحلة الجميلة اللي وصلت لها دلوقتي وبتتطلع للأفضل دايما وحاليا وبعد كل اللي قالته دلوقتي الناس عرفت من هي جورجينا حبيبة كريستيانو رونالدو الفيديو ده كتبوا يوسف إبراهيم وسجلوا محمد طاهر ده اللي هو أنا يعني ومنتجوا محمود طاهر وما تنسوش تعملوا فلو صفحة فيلم في الخمسين عشان تتابعوا الملخصات الدرامية وفلو صفحة محمد طاهر عشان تتابعوا الملخصات الكوميدية وفلو صفحة هكونة مطاطة عشان تتابعوا ملخصات الأنيمي والكارتون سلام